السلام عليكم الطالباء كيف حالكم؟ اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو سوف نترككم درس جديد وهو نسيون بيوانرجيتيك و دنزيمولوجي بالنسبة للدرس آدات SVE-S4 سوف نرى فيه إن شاء الله أهم العلاقات أو أهم البرنسيب اللي كنحتاجون بالنسبة للتدى التمارين أو الصفة عامة بالنسبة للإمتحانات لذلك من بعد أن ننسى لقد ندري الدرس إن شاء الله سننرى التي تقوم بها أو أم لا نرى كيف تقوم بإمتحانات مع أطسح بالنسبة لدينا هذا الدرس قبل أن نترككم الإغلاسيون سنرى الجوش حوايج المهمين وهو الدوب خانسب ترمو ديناميك إذن بالنسبة للخمية خانسب ترمو ديناميك لديناك أعتمد على الجوش حوايج أو يدرسنا جوجة علاقات. وهي الإنرغي total E ومنطلب P. بالنسبة للإنرغي total في الواسطة، قلنا نرى كيفية تعبر الإنرغي. نحن نعرف بالنسبة للإنرغي الإنسان في الواسطة، تعبر الإفراز الحرارة أو التخافي الذي يقوم به. يعني هذه الإنرغي كيفية تحرر. إذن الإنرغي total E تقوم ب Q زائد W يعني الإنرغي total كيفية تحرر. يعني ذلك الحرارة التي تحرر من جدوها للإنسان تقوم بالنسبة لإنرغي. كيفية تحرر. في إحسنت النسبة معزول يعني يجب أن يتكون الإنرغي تحرر. كيفية تحرر. إذن هنا الإنرغي total كيفية تحرر. إذن في الإنرغي. إذن الـ السفر. لأنه يوجد دلتا كي. وهي الشالوغ تسمي منها نفس الدلتا الدوليو وهي الخضايا. بالنسبة على هذه العلاقة التي نجد تطال سوف نرى لونتال بي اش. وهي الشالوغ تطال. يعني الشالوغ في واحد الواسط الذي يقدر يكون تواجد فيه الجسم ولا شيء اخرى. بالنسبة الشالوغ تطال تسمي منها دلتا ا زائد بي زائد دلتا بي. نحن نعرف أن الشالوغ تتعبر. كيف ستعبر عليها يعني احتياب الانيرجي. و زائد البريسيون اللي كيكو عنا. و زائد ديك الفوليم اللي كتكو فوستو. إذا هنا الشالوغ تطال دينا كتساوينا الانيرجي تطال زائد البريسيون زائد الفوليم. الشرط هالعلاقة هادي هو أن يكون عندك البريسيون والتمبراتور في الواسطة. بالنسبة للونتالبي كتخولك لك يحتجب شيء للهالدا الراعش yang يكزيناه. كذلك لدينا الرياكسون الترموديناميك. هذا هو الشروط بالنسبة للمسيب الترموديناميك. وحتى بالنسبة للنطبية العلاقة الثانية التي يمكنك تحسبها بها هي السمد دلتا ه للإنراجية التوطالة للناقص دلتا ه للرياكتف. بيننا الثانية التوطالة للنطبية للفردوية التي تتبع وقت تستخدم الناقص في الناقص بها. إذا كنت تحسب في التروي بإطلاق على الإطلاق التي تشبه التوطالة. إذا كانوا ستبع القييمة في الناقص. وفي النسبة للغيكتف إذا كانوا ستبع القيمة إلى الناقص التي تبع القيمة إلى أخرى. ونخرجوا النتيجة ديالا. بالنسبة للبرميار بخانسيب هذا ما العلاقة اللي فهو ودفا ان شاء الله سوف نشوفه الدوزيام بخانسيب. وبالنسبة للدوزيام بخانسيب دولة ترمو ديناميك جاء واحد العالم وقالب اللي ما يمكنش انك تحول واحد شالون واحد تراغيب لما يوقع شي تفاعل ولا شي تغيير في الواصد. بالنسبة للدوزيام جاء علم كيلون قنبلي، وهو الله يمكن ما يمكنش ان تحول ا البطر الموجود من خلال ومدلاز التراغيب لما ي relaјبهم من خلال والتراغيب ويمكنش بتحول التراغيب من خلال الواصد والتراغيب في الواصد الواصد التراغيب في الواصد الخارجي. إذن على التجاة وحاولنا شالورة تطالة لها لانتالبي دينا حاولا أنها كتساوين دلتا جي زائد تي فو دلتا اس. بالنسبة لانتالبي لها شالورة تطال جت كتساوي. التعبائي اتل ماكسيما يعني ديك التعبائي اللي هو دلتا جي اللي كنقومو بفلواسات زائد التمپيراتير اللي كتكون فو دلتا اس لها انتخوبي. يعني ديك التعبائي اللي غادي يقعنا في الميليو اكستيريور. بالنسبة لانتخوبي كتساوينا هي الانتخوبي للبرودو ناقص الانتخوبي دا الغير اكتف. إذن هدا هو التعبائي ما بين البرمير بخانسيب اي دوزيان بخانسيب دو لاتيرمو ديناميك. وحنا فالنسبة متحانة والتمرين كنخدمو على حساب. الترانسيب اللي غادي يتكارلك في سؤال او اللي غا يحددلك في التمرين. دون بالنسبة هذا هو دوزيان بخانسيب دو لاتيرمو ديناميك. هادي يالعلاق ديالو ديالتا جي كتساوينا. ديالتا هكتساوينا. ديالتا جيزاوي ديالتا اس. إذن دبعا غادي نطرقون المراحل اللي كنحتاجون بزاف في متحانة في تمارين. قبل الغواSalان الأهمية للتمرين في تمرين cuales، السؤال ديالتا غادي remainder هي دوزيان exact tactic في حنالدанич umفس . قلنا تسوي الانرجي توتال زي التمبراتور في الانتخف البي اللي هي ديك تخافي اللي كيقعنا في المليو اكستغير. اذا هنا اليه ايه توجور الفيريور او الديلتا اش. يعني شالور دينا الديلتاجي كتكوت دايما صغيره من هذا الديلتا اش. اللي هي الانرجي توتال. اذا بالنسبة للانتالبي هذي هي العلاقة ديها لو انا احتاجها بزاف التمارين وعنا كذلك دلتا جي عاد زائرو دلتا جي زائرو اللي هي الفارياسيون دلناغجي ستوندا弊ي كتساوي نعدي اجوج في هاد دلتا جي زائرو古مو وفي هاد دلتا total بالنسبة دلتا جي زائرو فالعنا دو غلائ targeted ال entertained ان ايه فو اتلتا او بالنسبة ان او او اف في التمرين كتقالك دلتا او كتب حسبة الي كتساوي لك هي آ مرات عايات الح وبنسبة ان استراتيب للترتيب الأول على حسب المنحات. يريد أن تركبهم الوضع أو لا غير مفق مفق. يعني أنه إذا قد تفعل طريق الأول ناقص الثاني وكأنه لم تفعل طريق الأول. وهذا يحتوي للمعطايا الثمرين. بالنسبة للتلطاء الجي غلوبال ناقص اغتي إلين كايكيليبر كتساوينا بالنسبة كايكيليبر كتساوينا هي كونسنتراتيون فيها مثلا عندنا واحد الغياكسون كمثال عندنا ا زائد بي كعطينا سي زائد بي بالنسبة هادو هما كاعداد مثلا جوج ا زائد جوج الكاربون زائد جوج الأكسجين في حال هذا مثلا كايكيليبر كتساوينا الكنسنتراتيون ده السيادي هادوه كايكيليبر كتساوي ناقص انسي كايكيليبر مدروبة في لكنسي تساوي هذه الكنساتيون في عدد بين المعطيين او بي كايكيليبر وبالنسبة له هادو دلطاج جي غلوبال ما تستعملوا او الا هادو على حسب معطي يد التمرين إلا التمرين طلب منك ديجا أنك تحسب كاي كيليبغ أو اللي أعطاها لك في المعطيات كدخدم بهذه. وإلا أعطاك في التمرين معطيات لينغجي ومعطاك شي كاي كيليبغ كدخدم بهذه. هنا الأغلبية كنخدمون كاي كيليبغ حد كاي كيليبغ كدعون لحد واحد حاجة أخرى ده بنشوفوها. إذن بالنسبة للدلتاج جي جلوبال عدو ماليغولاسيون ديالهم عدو ما كيفاش كنحسبوه ومشني كنحتاجو فيهم. تبقى لنا التدجي طوطل بالنسبة للدلتاج جي tusal عند جوج م nichاجين. تقدر تحسب للدلتاج جي اه جلوبال زي الدلتاج جي الثاني عد الثالث؟ على حساب بدكوا حسبتي إما نقبل ذات دلتاج جي جلوبال. حما تلا دلتاج جي توطل عدو جوج غيكسيون كتبري تدير دلتاج جي جلوبال happened nuclear dishonestation. إلا كهكثر جوج غيكسيون تكسب Given 3 جلوبالследbrainer يجب consistency. وبالنسبة للثانية لدينا الديلتا الجي طوطال كتسوي لنا لصند الخدوية ناقص لصند الغياء كثيرة يعني هنا شكوك تستعمل كذلك على حساب معطيات وشني خدمتي في الأسئلة اللي قبل إلا خدمتي الديلتا الجي غروبال كتتخدم بهذه إلا ما كتشي خدمتي بها كتخدم بالخدوية والغياء كثيرة بالنسبة للفرياسيون دولين اختي هادو هما العلاقة ديال اللي كينين واللي كانحتاجهم بالزبف امتحانات وكذلك هادو ما الطرق ديالهم اللي كيفاش كنحسبوهم كيف قلنا دفاع نشوفو فاش غادي نحتاجوا هاد ديالتا الجي وشني كدعوننا نحدو وبالنسبة من اللي كنحسبو لفرياسيون دولين اختي او لنطالبي ديالنا الديلتا الجي بإمكانك تمكنك انك تحدد منحة الغياء كون الحالة الغياء كون فحمل اللي كيتلم منك في التمرين انك تحسب الديلتا الجي سؤال اللي مراك يطلب منك انك تحدد الغياء كون شمن تيجا كاذمشي او الحالة ديالها. حنا عنا سي ديالتا الجي لنطالبي ديالنا صغيرة من الصفر كتكون غياكسيون سبونطاني ايكزوغونيك. وبالنسبة عنا ديالتا الجي صغيرة من الصفر كتكوني با سبونطاني اي اندوغونيك. حنا مثلا كتكون الغياءكسيون عند اتجاه واحد ا زائد بي كمشي سبونطاني كتطينا مثلا دي زائد اه كا. هنا العكس هنا كتكون كدرجة عرجوية. هنا كتكوني با سبونطاني اي اندوغونيك. بالنسبة ديالتا الجي كتساوي الصفر كتكون غيفيغسيب الايكيليبغ. كتكوني عنا غياكسيون مثلا عنا ا زائد بي. كتعطينا اه سي زائد دي. هنا كتكون ايكيليبغ. كد مشي وكدرجع. اه دونك بالنسبة من ديالتا الجي هكيفة شنو كتحددنا الملحة الغياكسيون بالطريقة هذه. اذا كانت صغيرة من الصفر كتكون سبونطاني ايكزوغونيك كبيرة الصفر كتكون ديالتا جي هكذا كل الف الغياكسيون يعني كوان عادة يكون الأوكس وكوان عاد أي كن الر 떨어�非 بالناسبة والفينومي ديالتا جي تخولك ان كيف تحددنا الرئي لأكسيون في هذا يقضي يعني في إن أ أعطينا ن أ بليس زايد واحد إلكترون أو إف دي بليس كان عطينا تروى بليس زايد واحد إلكترون إذاً هنا أما نلاحظه الوكسيداتيون الإيلا بخد إلى الإلكترون يعني كنفقده فيه واحد إلكترون هنا عنا إن أعطتنا ن أ بليس يعني ازدادنا بليس هنا نحن كنعرفوا بلي كل ما ازداد البليس والارتفع العدد دي بليس يعني أننا فقدنا واحدة الإلكترون. إذن كي كو هذا هو الأوكس ديالنا أو لا الريدوكس ديالنا. أه, pardon لا الأوكسي ديالنا. حانا عنا إفو دي بلس كبيرتنا إفو تروى بلس. عنا دي بلس زدادتنا واحدة بلس فقدتنا واحدة الإلكترون. إذن هذا هو الأوكس ديالنا. وخطي خف؟ عنا إلي أننا إشارية بالله إفو دي بلس جلسان إلي بالفالد وإله بلس وإله إله إليه إذن ان ندرش إل وتروى بلس كي ديولة إله إليه إلliner بلس وإله إليه 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 شي مال learners إذا أ mart дрاءة الإليه الإلكترون إليه اليوم إليه تو np. ceremonة مهمة لأملكترون minزان إليه إليه. هنا الغدوكس هي لغين الدين. الغدوكس هي العكس للأكسيداتيون. الغدوجس يكون لغين الدين. تكتسمنا هذه الأكسام. فضلك 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 فضلك. هذا هو لدينا علاج الغد وعندنا قد نخفضنا عدد الدين. رجعتنا الجوش البليس. كل ما نقصنا العدد البليس يتم معنا اكتسمنا واحد الالكترون ويسمى وهذا هو الريدوكس ديالنا. اذا احترنا هنا الخوط كنو عرفنا كيفاش نحدو الريدو والاوكس في الغياكسون ديالنا وكتطلب في امتحانات وتحتفى التمارين. نكتفي وبهذه العلاقات وممكن تمنى تكتبوهم في تشدوا ورقة وستيلو وتكتبوهم باش من اللي مدى ولو خدموا امتحان التمارين يكونوا عندك موجدين ديال. اذا نتلقى في الفيديو اللي ماجهة ان شاء الله وكنتمنى نكون في تكون بشي حاجة ومنسوش ديرو جيم وابوني القناة والله عاونكم.